وزارة الداخلية الكازاخية أفادت أن الشرطة ألقت القبض على 500 شخص في نور سلطان وألماتي لقيامهم باحتجاجات غير مصرح بها وذلك انتقادا للعملية الانتخابية كازاخستان تشهد إجراء الانتخابة الأولى من نوعها بعد 28 سنة من حكم مؤسس الجمهورية نور سلطان نازارباييف الذي أعلن استقالته في مارس الماضي ووفقا للبيانات التي قدمتها اللجان الانتخابية للمناطق والمدن ذات الأهمية بالجمهورية فقد بلغت نسبة المشاركة 77% من إجمال عدد الناخبين في هذه الاستحقاقات